السلام عليكم ورحمة وبرحبا بكم اعزائي الكرام في قناة بسات مينوت نقدم لكم بيزا سبيسيال رائعة جدا بعجينة هشة وقطنية وسلسة ايطالية رائعة جدا تعجزة بشكل تام مع السلسة وحشوة متنوعة وسهلة التحضير تابعونا في هذا الفيديو مراحل تحضير بيزا خطوة بخطوة اولا انظروا السلسة كذلك العجين مخمراء في درف خمس دقائق وفي وقت مزيد الطريقة سهلة جدا جدا وبمكونات موجودة في المنزل مقادرة عادية جدا عجينة مخمراء فقط بمقادر التالية ربع كيلو جرام من الدقيق الابيض كذلك ربع كيلو جرام من السميد هذه بالنسبة للبيزا المتوسطة كذلك ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وفي الاخير منسمة بالزعتر وملح نضيف الملح وكذلك الخميرة الجافة وممكن ان تكون خميرة معزونة او خميرة البلدية كأس من ماء الدافئ نخلط الكل بالماء فقط ماء فقط لتكون عجينة متجانسة بدون مجهود نتركها تستريح خمسة دقائق فقط او عسر دقائق فستكون مخمرة ولينا نفردها في صينية ولكن قبل ذلك نقوم برسل قليل من السميد وليس الدقائق من الأفضل السميد ونصرها باليد اليد يدويا أحسن من المدلك وبهدوء كذلك نقوم بتقيبات بالفرشات ونضعها في الفرن لتنضغها قليلا بعد خروجها من الفرن نضع السلسة التي سنقدم مقادرها فيما بعد السلسة الايطالية الرائعة من السم بالزعتر نضع العجين كله بالطماطم يجب أن تكون الطبقة متوسطة ليست مليئة كثيرا وليست رقيقة جدا متوسطة وبعد ذلك نقوم بالطبقة الأولى برسل قليل من الجبن الأحمر أو فرمج الأحمر ومزاريلا نضع القليل كذلك من المزاريلا وبعدها نضيف الحشوى وفي الأخين نضيف كذلك طبقة أخرى من المزاريلا وفرمج الأحمر هناك وضعت نوعين من السمك المعلب بالزيت والسمك المعلب بالطماطم بالنسبة لحشوى فهي من اختياركم ممكن فقط الطن ممكن استغناء عنها ممكن أن تضعي قطعة صغيرة من الفلفل أخضر نضع شرائح من الدك الرومي المباخر نزين بها العجينة فيزا كذلك نضيف مبسور من الكشير بالنسبة للأطفال يحبون التنوع ويحبون كشير ويحبون السمك المعلب هذا هو سر النكهة وسر رائحة زكية للبيزا نضع قريات من الكفتة واللحم المفروم مطبوخ كذلك نقوم بإضافة حبات من زيت الزيتون الأسود وأخيرا نضيف الطبقة النهائية وهي طبقة الفروماج الجبن الأحمر والشيدر والجبن موزاريلا كل أنواع الفروماج التي تحبونها بالنسبة للمقادير الجبن فهي من اختياركم فكلما زادت كمية الجبن مبسور كلما كانت بيزا شاهية ورائعة ندخلها في الفرن لتنضج جيدا من الأسفل ومن الأعلى وتتحمر قليلا وتصبح بعد ذلك جاهزة بهذا الشكل الرائع والرائحة الزكية بعد ذلك سنقدم لكم الصلصة أربع حبات من الطماطم ممكن متوسطة وممكن أن تختاروا ثلاث حبات كبيرة التوابل منها الملح ملغة من الملح وبابريكا والزنزبيل وإبزار كذلك الزعتر وكذلك الطماطم المصبر ممكن استغناء عنه ومقلات ضرورية وقوم بقطع التماطم وبشرها فوق المقلات من أحسن أن تكون مبسورة أي محكوكة من الأفضل من طحنها فهذا هو سر نجاح الصلصة أن تكون مبسورة نضيف زيت الزيتون ونضيف البزار والكمون والزنزبيل كذلك بابريكا وفلف الأحمر وممكن استغناء على الملح ونضع قليل من الملح نحركها جيدا نحرك الخليط جيدا بعد ذلك بعد التحريك نضعها فوق الفرن لتنزز حتى تصبح بهذا الشكل الخاتر وندهنها فوق العجينة شكل العجينة والفيزا مطهوة نسبيا والحشوة وهو شكل نهائي وبصحة وراحة اشتركوا في القناة